انت بكل بساطة اما بتيجي تقول يا رب افتح قلبي يا رب نور عيني ربنا بيفتح جواك يا نبيع يا نبيع روحية مش هتختبرها ولا تحس تختبرها يعني تدقها يبقى عندك خبرة فيها تراها مش هتشوفها غير اما هو تقول وهو يفيد فيك هو اللي بيعلمك هو اللي بيفتقدك وعلى فكرة انا عايز اقول برضو حاجة احنا دايما نقول انت لو فتحت قلبك لربنا وقلت له يا رب افتح قلبي ونور عيني ربنا بيكلمك انا عايز اقول حتى الناس اللي هو ما بيكلمهوش يعني انا مش لازم اكلم ربنا علشان ربنا ينورني لكن الايات اللي موجودة في سفر اشعية بتقول ايه اصغيت الى الذين لم يسألوا وجدت من الذين لم يطلبوني قلت ها انا ذا ها انا ذا الامة لم تسمى باسمي وبيقول كده ويكون اني قبل ما يدعون انا اجيب وفيما هم يتكلمون بعد انا اسمع يعني الموضوع مش برضو علي مسئولية لكن كمان علي مسئولية اني اصلي انا وانت وكل الناس المؤمنة اللي بتحضر النهاردة وبتسمعنا عليهم مسئولية ان هما يصلوا من اجل حباقهم وصحبهم وجرانهم واصدقائهم اللي موجودين حواليهم لان بصلواتنا احنا ربنا بييجي وبيفتقد في محبته الناس ده اشتركوا في القناة